الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبكم وأن يسر أموركم وأن يكون معكم وبعد فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في تفسير سورة الإسراء نبتديها بقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ولعلنا نستمع للآيات فليتفضل القارئ بارك الله فيه مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا يقول الله جل وعلا فمن كان يريد العاجلة يريد أي أن رغبته ونظره إن حصر في العاجلة فنيته في أعماله يريد بها الدنيا وأما الآخرة فإنه لا يلتفت إليها وسميت العاجلة لأنها قريبة وهي بجوار المرء في دنيا وقوله عجلنا له فيها ما نشاء أي جعلنا جميع ثوابه في الدنيا وليس له في الآخرة من ثواب لقوله عجلنا له فيها ما نشاء أي ما يشاؤه الله جل وعلا ويقدره له من أنواع الخير وقوله لمن نريد أي أن الله يعطي الدنيا لبعض هؤلاء الذين أرادوها وليس كل من أراد الدنيا بعمله يحصل مراده فيها لحكم له جل وعلا وقوله لمن نريد ثم جعلنا له جهنم جهنم نار قد عدها الله في الآخرة لمن أعرض عن سبيله وقال يصلاها أن يعذب فيها ويحترق فيها فإن يصلا بمعنى الاحتراق بخلاف يصطلي فمعناها أن يتدفأ من النار بدون أن تؤذيه قال مذموما أن يلحقه الذنم بسبب أنه لم يرد إلا الدنيا وقوله هنا مذموما لأن بعض الناس يريد بعمله الدنيا فقط وبالتالي تكون أعماله لهذه الدنيا ولا يكون له في الآخرة من خلاقه وبعضهم يريد بأعمال الدنيا أن يكون له سمعة حسنة ومكانة عند الخلق فلذا بدل الله جل وعلا ذلك فبدل أن يكون له السمعة الحسنة يكون له السمعة السيئة بتقدير الله جل وعلا وهذه سنة من سنن الله جل وعلا في الكون بأن الله يجمع له يجمع لمن أراد الدنيا بين شيئين الأولى أن يكون مذموما فله الذم ويسخطه الناس ولا يكون له شيء من السمعة الحسنة وأما قوله مدحورا أن يفتضح عند الخلق ويبتعد عن رحمة الله جل وعلا فيجتمع له الذم والعذاب وفي مقابل هذا من أراد الآخرة فإن من أراد الآخرة وكانت مقاصده أن ينفع نفسه في آخرته فرضي بأن تكون أعماله من أجل أن ينيله الله الثواب في الآخرة وقدم الآخرة على الدنيا وسعى لها يعني للآخرة سعيها أي عمل الأعمال الصالحة التي تنفعه في تلك الدارة وكان من أهل الإيمان لأن من لم يكن من أهل الإيمان فإنه لا يقبل عمله وقال فأولئك أي هؤلاء الذين كانت مقاصدهم أخروية كان سعيهم أي عملهم الصالح الذي فعلوه في الدنيا مشكورا أي يشكره الله لهم فيثيبهم عليه الثواب الجزيل فيقبله لهم وينميه ويدخره لهم فينالون أجر الآخرة ومع هذا لا يفوتهم أجر الدنيا فإن الله جل وعلا قد قدر أن الدنيا تكون للبر والفاجر ولذا لما دعا إبراهيم عليه السلام في قوله اجعل هذا بلداً آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال الله جل وعلا ومن كفر فنمتعه قليلاً ثم نضطره إلى عذاب النار وبئس المصير فعطاوا الله وإحسانه في الدنيا قد يناله الفاجر كما يناله البر حكمة من حكم الله جل وعلا وإن كانت سعادة المؤمن بما يؤتيه الله في الدنيا أعظم من سعادة الفاجر والكافر فإن الدنيا لا تخلو من المصائب وأهل الإيمان إذا جاءتهم المصائب رضوا بها وإطمأنت نفوسهم إلى أن هذا القدر لصالحهم ومن ثم يكونوا من شانهم الصبر والرضا فتهونوا عليهم هذه المصائب بخلاف غيرهم فإنهم إذا أصيبوا بشيء من الدنيا فإنهم يجزعون ويكونوا من شانهم ويكونوا من شانهم الهلع والخوف والحزن وهكذا المؤمن يعلم أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون فتجده معطاء تجده يحتسب الأجر فيما يبذله ومن ثم يعوضه الله جل وعلا تعويضا يتناسب مع ما بذله وكلا نمد هؤلاء يعني من الفجار وهؤلاء يعني من الأبرار من عطاء ربك والعطاء يشمل شيئين الأول أمور الدنيا من الرزق ونحوها والثاني التوفيق للنية الصالحة والعمل الصالح قال وما كان عطاء ربك أي لم يكن عطاء الله ورزقه للعباد من الأمور الممنوعة المحظورة على العباد فإن الله يمتن على بعض عباده بسعة الأرزاق وتيسير الأمور يرزقهم العلم في معاجشهم ويعطيهم العقل الذي يميزون به حقائق الأشياء وهذا من فضل الله جل وعلا ولكن العباد في هذه الأمور يتفاوتون ففرق بين الناس فيما يتعلق في الأرزاق فذاك موسع عليه والآخر مقد مقتر عليه وهذا ميسر له أموره وذاك تتعسر عليه وذاك أعطاه الله العلم الذي يعود عليه بالنفع والآخر ليس عنده إلا الجهل وآخر عنده عقل يدرك به حقائق الأشياء وعواقبها ومن ثم يستعد لكل أمر يأتيه والآخر بضده على حال من السفه وحينئذ نعلم أن العباد في الدنيا ليسوا على درجة واحدة وإنما هم متفاوتون في نعم الله وقد أمر الله جل وعلا المؤمن بأن يتفكر في قدرة الله عز وجل على خلق التفاوت فيما بين الناس ولذا قال أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ثم أرشده إلى أن يستدل على وجود التفضيل في الدنيا بوجود التفضيل في الآخرة ولذا قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فإن الله جل وعلا يعطي في الآخرة النعيم العظيم ويجازي الجزاء الكبير وقوله كلا نمد هؤلاء يعني أن الله يعطي على الإحسان المؤمن والكافر فإن الله له سنن في الكون فيجازي المحسنين بالإحسان فمن كان مريدا بإحسانه الدنيا آتاه الله من الدنيا ومن كان مريدا بإحسانه الآخرة آتاه الله من الدنيا ومن الآخرة وهذا يدلك على قدرة الله جل وعلا على الاطلاع على ما في الضمائر وسرائر القلوب كما أن هذا يدلك على وجود التفاوت فيما بين الناس ثم وجه الله جل وعلا أهل الإيمان بعدد من التوجيهات تكون سببا من أسباب نيلهم الأجراء الأخروي فأول هذه التوجيهات الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك الشرك ولذا قال لا تجعل مع الله إلها آخر أي لا تعتقد أن هناك أحد يستحق العبادة مع الله جل وعلا فإله بمعنى معبود كأنه نهاك عن أن تصرف شيئا من العبادات لغير الله جل وعلا لغير الله ومن هنا فإن من المحظورات في الشرع أن يوجه الإنسان شيئا من عباداته لغير الله بل الواجب عليه أن يجعل عباداته عباداته كلها لله فصلاته لله ودعاوه لله وخضوعه لله وخوفه الذي يعبد به ورجاءه الذي يجعله عباده كل ذلك لله جل وعلا ومن ثم لا تصرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا بل الواجب أن تجعل العبادات كلها لله سبحانه وتعالى وأرشد إلى أن من وجه عباداته لغير الله فإنه لن يقوم للخير بل سيكون قاعداً عن الخير ولذا قارن بين قوله عن الكتاب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بينما هنا قال لا تجعل مع الله إلها آخر إيش فتقعد فتقعد مذموماً مخذولاً مذموماً أي يتوجه إليك الذم وفتكون مذموماً من الله مذموماً من عباده مخذولاً أي لا يوجد من ينصرك ومن يقوم معك ولذا أهل الشرك هم أقبحوا الناس فعلاً وأشنعهم مقالةً وعملاً وبالتالي فهم أقبحوا الناس نعتاً وهم كذلك أهل الخذلان فيخذلوا فيكونوا غير منصورين في أمور دينهم ولا أمور ربهم ومن هنا فكلما تعلق الإنسان بالله وحده كان له الثناء الحسن وكان له النصرة والتأييد من رب العزة والجلالة وإن كان الإنسان لا ينبغي به أن يسعى لأن يحظى بمدح الناس وبنصرتهم وإنما يسعى إلى الآخرة فيكون عمله من أجل إصلاح أحواله في الآخرة فيكون هذا من أسباب صلاح أموره في الدنيا ولذا على الإنسان أن يكون مخلصاً في أعماله لله وكلما جعلت أعمالك عبادة لله ترجو بها ثواب الآخرة كان لك التأييد والنصر وكانت لك السمعة الطيبة في الدنيا والآخرة ولكن انتبه من أن تكون مقاصدك دنيوية وقال تعالى بعد ذلك حاثاً وآمراً عباده المؤمنين بأهم الواجبات الشرعية التي يجب عليهم مراعاتها فقال أولاً وقضى أي أمر أمراً شرعياً لازماً واجباً لا جواز للعبد في تركه ألا تعبدوا إلا إياه أي لتكن عباداتكم كلها لله وحده فلا تصرفوا شيئاً من العبادات لغير الله لا على جهة عبادته ولا على غير ذلك فإن من صرف العبادات لغير الله على نوعين مشرك شركاً أكبر بأن يقصد عبادة غير الله ومشرك شركاً أصغر بأن يقصد بعمله غير الله لا على جهة عبادته إما لينال منه أجراً دنيوياً كمن صلى ليعطى أو أراد السمعة والرياء فإنه حينئذ ليس له ليس له عنده موافقة للأمر الشرعي ومن هنا فعل الإنسان أن يجعل عباداته كلها لله فلا الأنبياء يعبدون ولا الملائكة ولا الأولياء ولا الصالحون ولا شيء من المخلوقات من الجبال أو من الأراضي ولو مر عليها رسول الله ولو صلى فيها رسول الله لأن العبادة حق لله جل وعلا فهو سبحانه الواحد الأحد الذي يجب أن تصرف العبادات له وحده ولا يجوز أن تصرف العبادة لغيره كيف لا؟ وهو الذي أنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة وهو المتصرف في الكون كيف لا؟ وهو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم بعد أن لم نكن شيئاً مذكوراً فقد كان الإنسان نطفة لو وضعت على ثيابه لا اعتبرها قذراً يقوم بتنظيف ثيابه منها ثم يتذكر الإنسان وروده على مواقف القيامة وسؤال الله جل وعلا له عن أعماله في الدنيا هل كان من الموحدين فيها أو كان من المشركين ثم قال وبالوالدين إحساناً أي أمر الله وقضى أن يحسن العبد لوالديه لأبيه ولأمه والإحسان يتفاوت ما بين محل وآخر وما بين شخص وآخر فإذا كان الأب فقيراً أحسن الأبن إليه فيما يتعلق بأموره المالية وأما إذا كان غنياً فيحسن إليه بأن يكون معه معيناً وإذا كان الأب قادراً مستطيعاً فإن الإحسان له بحسن التعامل معه والتلطف في المقالة معه وأما إذا كان الوالد عاجزاً فالإحسان معه في أن يقوم معه في حوائجه وأن يرعى تلبية ما يحتاج إليه ومن هنا فإن الإحسان قد يتفاوت من أب إلى آخر ومن والدة إلى أخرى وهكذا قد يتفاوت الإحسان ما بين زمان وآخر فيكون الأب مثلاً يتحمل أن يمزح عليه ويرغب في ذلك في زمان ولا يرغب فيه في زمان آخر ومن الإحسان الإحسان القولي بأن ينادي الأب بأحسن الأسماء التي يرغب الأب أن ينادى بها ومن الإحسان إلى الوالدين أن يحسن إليهما بعد مماتهما بتقديم الأعمال الصالحة التي تنفعهما وبصلة الأرحام التي لا توصل إلا من قبلهما ثم أكد الله جل وعلا على حال يتأكد فيه الأمر بالإحسان ألا وهو حال ضعف الأبوين وبلوغهما درجة من السن ولذا قال إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا أي إذا وصل إلى السن الكبيرة التي يحتاجان معها إلى العناية والرعاية لضعف قوتهما وقلة فهمهما وإحتمال إصابتهما بالخرف الذي لا يحسنان معه شيئا من أمورهما فحينئذ تشتد الحاجة إلى الإحسان فيكون الإحسان هنا أعظم أجرا وأكثر ثوابا وفي هذه الحال نهي أن يقال لهما أدنى كلمة تحسهما فلا يقال لهما على جهة التأفّف أُفٍّ لكما وفي النهي عن التأفيف نهي عن بقية أنواع الأذى من مثل ضربهما أو رفع الصوت عليهما أو تسفيه آرائهم أو التقليل من مكانتهم أو استعمالهم في الخدمة أو جعلهم يحتاجون للآخرين ويذلون لغيرهم وكما نهى الله عن التأفيف لهما نهى عن نهرهما فقال ولا تنهرهما أي لا تزجرهما ولا تتكلم معهما بالكلام الغليض الخشن وإنما الواجب أن يتكلم الإنسان مع والديه بالكلام الذي يعرف حسنه فيقول قولا كريما يعني اللفظ الجميل الذي كأنه يسدي به معروفا لهما فبالتالي يحييهما بالكلام الجميل ويتأدب معهما ويتلطف بالقول الحسن الذي يريح صدورهما ويجعلهما مطمئنين مرتاحين وهذا كما تقدم يختلف باختلاف أحوال الناس ففي بلد قد يكون لفظ من الألفاظ محمودا مرغوبا فيه عند الآباء بينما يكون ذلك اللفظ غير مرغوب فيه في بلد آخر مثل النداء للأب بإسمي يا أبي فإن بعض الآباء قد لا يرغبه وهكذا النداء بالكنية يا أبا فلان ففي بعض البلدان يكون مرغوبا عند الآباء ولا يكون مرغوبا في بلدان أخرى بل الآباء في البلد الواحد يختلفون وكم من أب يطلب من ابنه أن يسميه بإسمه وكم من أب ينفر من ابنه عندما يناديه بإسمه مجردا ثم قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لوالديك واستعمل جناح الذل وأصل الجناح يطلق على جزء الطائر لأن هذا الجناح عند الطيران يمد ولا يحرك ويكون سببا من أسباب خدمة بدني الطائر فهكذا يكون الولد لوالديه بمثابة الجناح للطائر يقوم بحوائجهم ويتولى أمورهم ويحتسب الأجر معهم وقوله هنا من الرحمة أي أنه يرحم الوالدين فقيامه مع والديه ليس على جهة الخوف منهما ولا على جهة الأمل والرجاء في أن يعطوه مما آتاهم الله في الدنيا وإنما تكون رغبته في أن يرحمه الله جل وعلا ومن ثم فهو يرحم والديه فإن الرحمة للعباد من أسباب رحمة رب العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ثم قال تعالى وقل رب ارحمهما أي ليكن من شانك أن تستمر في الدعاء لهما بما يعود عليهما بالخير فتدعو لهما بالرحمة سواء كانوا أحياءا أو كانوا أمواتا وإذا استحضر الإنسان ما قام به الوالدان في حق ابنهما علم أن فضلهما عليه كبير فإن الوالدة قد حملته في بطنها تسعة أشر كان ينافسها في طعامها الذي تدخله إلى جوفها بل إنها تعطيه من الطعام ألذه وأفوده وأنفعه وهو في باطن أمه ثم إنه لما خرج تولاه والداه بالرعاية والعناية والتربية والقيام معه في كل ما يحتاج إليه وحينئذ وحينئذ كان لهما حق عظيم فيما يتعلق بقيام الإبن برحمة والديه فكأنه يقول له إن كان أبواك قد أصبح ضعيفيني فتذكر أنك كنت ضعيفا في أول أمرك ومع ذلك قاموا معك وضعفهما اليوم أقل من ضعفك في الماضي وبالتالي استشعر أنهما قاموا معك حال ضعفك فليكن منك أن تقوم معهما حال ضعفهما قال تعالى ربكم أعلموا بما في نفوسكم أي أن ما تضمرونه في القلوب من المقاصد والنيات من خير وشر فإن الله جل وعلا مطلع عليها وقال ربكم أعلم ولم يقل عليم لأنه إراد أن يستعمل صيغة المبالغة فكأنه يقول الله أعلم بما في نفسك منك فإنك قد تضمر شيئا ثم تنساه والله جل وعلا لا ينسى شيئا وبالتالي فعلم الله بما في قلبك أعظم من علمك أنت بما في هذا القلب وفي هذا ترغيب في أن يقصد الإنسان بأعماله النية الصالحة ومن أعظم ذلك أن يقصد نية الآخرة فيؤدي أعماله من عبودية الله ومن القيام مع الوالدين ومن الانتهاء عن المعاصي والذنوب بنية أن ينال الأجر الأخروي وأن يحصل على رضا رب العزة والجلالة ومن كان كذلك فإن الله جل وعلا يجعل له أسباب النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة قال تعالى إن تكونوا صالحين أي عندكم نية صالحة بأن تقصدوا الآخرة وعندكم عمل صالح بالتوحيد وبر الوالدين ونحو ذلك فحينئذ يكون هذا من أسباب قبول توبتكم وإنابتكم إلى الله جل وعلا فمتى كنتم قد حصرتم رغباتكم فيما يقربكم إلى الله وليس عندكم في القلب نية لغير الله جل وعلا فحينئذ كلما رجعتم إلى الله فإن الله جل وعلا يغفر لكم ويتقبل منكم ويتجاوز عن ذنوبكم ومعاصيكم ولذا قال فإنه كان للأوابين الأواب يعني الرجاع يقال آب بمعنى رجع ولذلك قيل للذباب ذباب لأنه كلما ذب آب أي رجع مرة أخرى ومن هنا فإنه نعلم أن العبد مهما كانت درجته لا يبلغ درجة الكمال فنعم الله على العباد أعظم من العبادات التي يقومون بها ونعم الله على العباد لا يوازيها طاعة الناس وكمل العبد من غفلة عن طاعة الله مع أن الله خلقه ليعبده ومن هنا فعلى الإنسان أن يحذر مما في القلوب لأنه قد يرد في القلب إرادة غير الله وقد يرد في القلب إرادة الدنيا وقد يرد في القلب ترك الإحسان للوالدين ولذا على العبد أن يستشعر أن الله مطلع على هذه الخفايا التي في صدره ومن ثم إذا وجد شيء منها فعليه مباشرة أن يرجع إلى الله جل وعلا ليكون من أهل الإنابة الذين يرجعون إلى الله ويسعون في تحصيل محبته ومحبة ما يقرب إليه ومن ثم يكون هذا من أسباب مغفرة ذنوبه والتجاوز عن تقصيره وسيئاته ثم أمر الله جل وعلا بالإحسان على طوائف من الناس فأول هؤلاء ما ذكره بقوله وآت ذا القربى والقربى أي أصحاب الرحم والأظهر أن هذه اللفظة كما تشمل القرابة من الأب تشمل القرابة من الأم ومن هنا فإنه مطالب العبد بالإحسان إليهم وتفقد حوائجهم وجمهور أهل العلم يرون أن الآية في الصدقة المطلقة ورأى طائف بأن المراد بهذا اللفظ أن نفقت الواجبة استدل عليه بأن الصيغة قد جاءت بلفظ الأمر وآت ذا القربى ثم قال حقه والحق يعني الواجب المتعين ولذا استدل طوائف من أهل العلم بهذه الآية على وجوب بذل النفقة للقرابة فوقد اختلف أهل العلم في من تجب نفقتهم من القرابة فقال مالك تجب النفقة للوالدين والأبناء والذرية فإنما أوجبها على الأصول والفروع وقال الإمام أبو حنيفة بأن كل ذي رحم فإنه يكون من القرابة فكل ذي رحم محرم فإنه يكون من القرابة وبالتالي تجب نفقته وذهب الإمام أحمد إلى أن النفقة الواجبة للقرابة إنما تكون لمن ترثه لو مات لقول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ثم قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك قالوا لأن من كنت ترثه فإنه لا يجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك ومن ثم وجب عليك أن تنفق عليه متى كان محتاجا أما إذا كنت لا ترثه فإنه يجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك ومن ثم يستغني أو من ثم يستغني بهذه الزكاة إذن من كان يرث شخصا آخر فإنه يجب عليه أن ينفق عليه ولا يجوز له أن يعطيه من زكاة ماله لأن لا يعود ماله إليه فيكون قاصدا بدفع الزكاة احتمالية أن يرجع المال إليه أما إذا كنت لا ترثه فيجوز لك أن تعطيه زكاة مالك ومن أمثلة هذا الأخ هل يجوز لك أن تعطيه زكاة مالك وهل يجب عليك نفقته فنقول إن كنت ترثه فحينئذ يجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك متى كان محتاجا ولا يجوز لك أن تعطيه زكاة مالك متى ترثه ترثه بشرطين ألا يكون الأب موجودا وألا يكون له أبناء ذكورا أما إذا كنت لا ترثه لعدم الأصل ولعدم الفرع المذكر ففي هذه الحال يجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وبالتالي يجب فبالتالي يجب أن نلاحظ مسألة الإرث ونربطها ارتباطاً عكسياً بمسألة النفقة ومسألة الزكاة ثم قال تعالى والمسكين والمراد بالمسكين من لا يجد حاجته التي يحتاج إليها فيعطى ما يمكنه من أخذ حوائجه قال والمسكين من أهل الزكاة لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والصنف الثالث ابن السبيل والمراد به المسافر الذي انقطع عن بلده ولم يتمكن من النفقة على نفسه لضياع نفقته أو لنفادها فهذا الذي انقطع به الحال من المسافرين يجوز صرف الزكاة له فيعطى من مال الزكاة ويستحب إعطاهه من صدقة التطوع قال الله جل وعلا ولا تبذر تبذيرا أي اجتنب صرف الأموال فيما لا يعود بالنفع والخير عليك أو على غيرك وبالتالي على الإنسان أن يكتصد في نفقته ويكون متوسطا كما قال تعالى في صفات عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أن يقيم حياته بهذه النفقة المتوسطة وقد نهى الله جل وعلا عن التبذير هنا وعدى المبذرين من أخوان الشياطين لأن الشيطان يدعو الناس إلى الصفات المذمومة والأخلاق الرذيلة ومنها صفة البخل والإمساك وكذلك صفة البذل فيما لا يعود بالنفع ومن ذلك الإسراف والتبذير والله جل وعلا يأمر العباد بأن يكونوا من أهل العدل ومن أهل القصط ويمدحوا عليهما وقد قال الله جل وعلا في هذه الآيات ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فغل اليد إلى العنق كناية عن شدة الإمساك وعن البخلي بينما البسط الشديد يراد به التبذير والإسراف وقد قيل من أنفق وهو لا يدري إحتاج من حيث لا يدري وقوله هنا في هذه الآيات وإما تعرضن عنهم أي إذا لم يكن عندك قدرة على مساعدة القرابة وعلى مساعدة المساكين وابن السبيل فليكن من شانك أن تتلفظ معهم باللفظ الجميل والكلام الطيب ولذا قال وإما تعرضن عنهم أي لا تستجيب لطلبهم ولا تقوم بمعونتهم فتعطيهم إعراضا عنهم وذلك لعدم قدرتك على إتيانهم فحينئذ أنت ترجو وتبتغي رحمة من ربك أن تنزل عليك من أجل أن تقوم في حوائج هؤلاء وإما تعرضن عنهم ابتغى رحمة من ربك ترجوها فقل لهم أي تكلم مع هؤلاء القرابة والمساكين وابن السبيل باللفظ الجميل قولا ميسورا أي ما يسهل عليهم أحوالهم ويمكنهم من الاكتساب إما أن تدعوهم إلى أن يلتجوا إلى الله ويتضرع بين يديه والله قد وعد الداعين له بإجابة الدعوات وإما أن تتقرب إلى الله جل وعلا بأن ترشدهم إلى الاكتساب والعمل الذي يعود عليهم بالنفع ولذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بعض أصحابه إلى الدعاء عندما شكى حاجة وأرشد فاطمة رضي الله عنها عندما سألت خادمة إلى أن تكثر من ذكر الله جل وعلا وخصوصا عندما نامها وأرشد رجلا جاء إليه سائلا أن يأخذ أحبله ويذهب إلى البرية فيحتطب فيأتي فيبيعه على الناس فيكون هذا من أسباب اغتنائه وعدم حاجته مرة أخرى ومن هنا فإن من كان عاجزا عن إعطاء الفقير فليحذر من نهره أو من الكلام عليه بسوء وليكن من شأنه أن يقول قولا ميسورا أي يتلطف معه في الخطاب ويذكره بالله ويبين له أن الرزق بيد رب العزة والجلال ولو قدر أنه وعدهم في وقت آخر متى رزق من عند الله جل وعلا فحينئذ يكون هذا من أسباب التيسير لهم فقل لهم قولا أي تكلم معهم باللفظ الجميل والوعد الحسن والاعتذار المناسب ليكون ذلك من أسباب طمأنينة نفوسهم وكونهم ممن يسعى إلى تحصيل منافعه كما قال تعالى في سورة البقرة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى وفي هذا جعل الناس يعودون إلى الله جل وعلا ويرجون الرحمة والرزق منه سبحانه وتعالى ومتى تعلقت القلوب بالله وظنت به الظن الحسن فإن الله جل وعلا يحقق مطلوبهم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فليكن من شأننا أن نكون من أهل الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى فهذه آيات عظيمة فيها فوائد وحكم كثيرة وأحكام متعددة فمن ذلك أن الإنسان عليه أن ينوي بأعماله الأخروية الآخرة وأن لا تكون مقاصده دنيوية والناس في أعمالهم يتفاوتون فالأعمال التي يؤديها الناس على صنفين الصنف الأول ما لا يفعل إلا على جهة العبادة فهذا الناس فيه على أربعة أصناف من فعلها لله لينال الآخرة فذلك المؤمن الموحد الذي تكون له العاقبة الحميدة في جنان الخلد وله الثواب الجزيل في الدنيا والصنف الثاني من عملها لله لينيله الدنيا فهذا إنما أراد الدنيا ولم يرد الآخرة فليس له في الآخرة من نصيب بالنسبة لهذا العمل الذي قصد به الدنيا والصنف الثالث من نوى بهذه الأعمال أنها عبادة لغير الله فهذا شرك أكبر والصنف الرابع من نواها لغير الله لا على جهة العبادة له فهذا شرك أصغر لا يخرج صاحبه به من الملة والنوع الثاني من الأعمال ما لا يتمحض أن يكون عبادة ومثل هذا أيضا المتركات التي تترك كترك الخمر والزنا والناس في هذه الأفعال على أصناف من تركها لله يريد الآخرة كان مأجوراً مثاباً موحداً والثاني من عملها لله ليني له الدنيا فهذا ليس له إلا الدنيا والصنف الثالث من ترك هذه المنهيات وفعل تلك الأعمال الصالحات يريد بذلك أمراً دنيوياً فهذا لا حرج عليه ولا يلحقه الإثم ومن ذلك أن يقصد ثناء الناس عليه والصنف الرابع من جعل هذه الأعمال التي لا تتمحض عبادة لغير الله على جهة الشرك له والعبودية فهذا شرك أكبر ومن أمثلة هذا ما لو ذكرنا مسألة تارك المحرمات كتارك الغيبة والنميمة فالناس فيها على أربعة أصناف منهم من يتركها لله يريد الآخرة فهذا المأجور المثاب الموحد ومنهم من يتركها لله لينيله الدنيا فهذا أو تركها للدنيا فهذا ليس له في الآخرة أجر أو ثواب كمن تركها لله ليمنع عنه اعتداء الخلقي أو ترك الغيبة من أجل من أجل أن لا يقع الناس في غيبته أو ترك الغيبة من أجل أن يصلح العلاقة بينه وبين من يغتابه فحينئذ إنما قصد أجراً دنيوياً فلا ثواب له في الآخرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وأما من قصد بها عبودية غير الله فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام وحينئذ عليكم جميعاً أن تحتسبوا الأجر والثواب في كل الأعمال التي تؤدونها وفي هذه الآيات ذم من أراد بعمله الدنيا وأن هذا من المقاصد الفاسدة ومن إرادة الدنيا إرادة الانتصار على الأعداء ومن إرادة الدنيا إرادة الأموال وامتلاكها ومن إرادة الدنيا أن يريد الإنسان ثناء الخلق عليه ومن إرادة الدنيا أن يريد الإنسان صرف الأضرار والشرور عنه وفي هذه الآيات بيانوا أن العمل لا يقبل إلا إذا كان الإنسان قد أراد به الآخرة وأما من قصد بعبادته الدنيا فليس ذلك العمل من المقبولة عند الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن الأرزاق في الدنيا عطاهم من الله جل وعلا يقسمها على وفقي ما شاه سبحانه وفي هذه الآيات أن عطاء الله مبذول لجميع الخلق وفي هذه الآيات أن نعم الله على العباد متفاوتة فليسوا متماثلين ولا حتى متقاربين وفي هذا علامة ظاهرة ودليل بي فإن الناس إذا تفاوتوا في الدنيا بقدر الله جل وعلا دل ذلك على قدرته أن يفاضل بينهم في أمور الآخرة ومن أمور الآخرة النعيم الدائم وفي هذه الآيات التحذير من الشرك وتفسير الشرك بأنه صرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا وفيها بيان أن الشرك من أسباب ذنب الخلق ومن أسباب خذلان العبد وعدم انتصاره على أعدائه وفي هذه الآيات النهي عن عبودية غير الله وبيان أن الله قد أمر بأمر جاثم بأن يفرد بالعبادة وأن تصرف العبادة لأحد سواه فهذه هي دلالة الحصر في أداة الاستثناء التي وردت بعد النفي وفي هذه الآيات أن من أسباب أن مما أمر الله به أن يحسن الإنسان إلى والديه فالإحسان من الواجبات ويتفاوت بتفاوت حال الآباء وفي هذه الآيات إلزام الأبناء بالقيام على آبائهم متى ورد إليهم عجز أو عدم قدرة للقيام بحوائجهم وفي هذه الآيات أن سنة الله في الكون بكبر بعض العباد وضعفهم سنة ماضية وفي هذه الآيات أن يقال قولا سيئا خصوصا للوالدين وفي هذه الآية دلالة إشارة الله على جواز تفاوت السن بين الزوجين سواء كان الزوج هو الأكبر أو كانت الزوجة هي الأكبر فإن الله تعالى قال مما يبلغن عندك الكبر أحدهما فهذا دل على أنه يمكن أن يبلغ أحد الوالدين كبر السن والآخر لم يبلغ ذلك وفي هذه الآيات النهي عن التأفيف للوالدين بما يشمل النهي عن كل أذى يمكن أن يوجه إليهما وفيها وجوب أن يتكلم الإنسان مع والديه بالقول الحسن ولم يشترط في هذه الآيات للإحسان للوالدين أن يكون الأب محسنا لأبنائه فلو قدر أن الوالدين أهمل الأبناء ولم يقوما بتربيتهما فلا يعني هذا أن يترك الأبناء آباءهم وأول مستفيد من البر هم الأبناء وكلما كان كلما كان إحسان الوالدين للإبن ضعيفا فإنه ينبغي بالإبن أن يزداد في إحسانه إليهما ليعظم أجره معهما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه فلم يفرق في هذا بين الوالد المحسن وغير المحسن وفي هذه الآيات الترفق مع الوالدين والتذلل لهما والرحمة بهما وفي هذه الآيات الترغيب في دعاء الإنسان لوالديه بالرحمة وفيها جواز أن يدعو الإنسان لغيره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول آمين ولك بمثل وفي هذه الآيات تذكير الإنسان بفضل أبويه عليه ولذا قال كما ربياني صغيرا والمراد بالتربية القيام على شؤونه سواء فيما يتعلق بأموره الدنيوية كما أكله ومشربه وملبسه أو كان في الأمر الأخروي بتعليمه شعائر الإسلام وبتعويده على طلب العلم فيما يتطلب فيه من عمل ونحو ذلك وفي هذه الآيات اطلاع الله على ما في القلوب فهو أعلم بما في القلوب من أصحابها سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات التذكير بإحسان النية بأن تكون صالحة لله جل وعلا وفي هذه الآيات أنه لا بد أن يقع من العبد تقصير وتكاسل عن شيء من الطاعات ولذا من كان بارا بوالديه يسارعه إلى التوبة كل وقت فإنه يغفر له ما كان منه وفي هذه الآيات الترغيب في إعطاء القرابة وتفقد حوائجهم وجواز إعطاء الزكاة للقريب إذا لم يكن صاحب الزكاة وارثاً لذلك القريب الفقير وفي هذه الآيات التحذير من التبذير حتى ولو في الأعمال الصالحة ومن ذلك التبذير في عطايا القرابة وفي هذه الآيات بيان أن التبذير من أسباب تسلط الشياطين على العبد وفي هذه الآيات أن من كان عاجزاً عن الوقوف مع الفقير والمسكين وابن السبيل والقريب فإنه يخاطبه بالحسن باللفظ الجميل فيذكره بالله عز وجل ويرغبه في أن يطلب الرزق منه جل وعلا ليكون ذلك مما يعينه على أموره فهذا شيء مما يتعلق بهذه الآيات وبتفسيرها وما اجتملته وما اجتملت عليه من المواعظ والحكم والأحكام بارك الله فيكم وأسعدكم الله في دنياكم وأخراكم وجعلكم من الموفقين الصالحين المصلحين اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم طهر نياتنا من الرياء اللهم اجعلنا ممن قصد رضاك والجنة برحمتك يا أرحم الراحمين كما نسأله جل وعلا أن يوفق المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها إلى ما يعود عليهم بالنفع والصلاح وأن يكونوا من أسباب الهدى كما نسأله جل وعلا أن يجعل ولاة أمور المسلمين من أسباب الخير والرحمة بفضله جل وعلا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موسيقى